اشتركوا في القناة مرحبا بابنائي وبناتي طلبة الصف الثاني التجاري نظام قديم ونظام الجدارات الحديث النهاردة ان شاء الله مراجعة ليلة الامتحان في مدة اللغة الانجليزية مراجعة ليلة الامتحان انجليزي الصف الثاني التجاري ترمى اول 2023 تمام؟ ده على احدث المستجدات في المنهج المراجعة دي انا منزل على القناة شرح منهج شهر اكتوبر وشهري نوفمبر وديسمبر مع بعض دي بقى كوكتيل بقى شامل الترم على بعضه على بركة الله السؤال الاول بقول لي ايه؟ سابليزة ميسينج بارتس انزي فولونج دايلوغ اكمل الاجزاء النقصة في المحادثة الاتية محادثة عادية تمام؟ بين ايه وبي ايه وبي ايه بيقول لي بي ايه بقى؟ يعني حتى لو افترضنا ان ايه ده سيلر بائع وبي باير مشتري مثلا يعني زبون داخل المحل فالبيع اللي هو مثلا ايه بيقول لي can I help you؟ اي خدمة اي مساعدة؟ can I help you؟ يبقى كان نقص كلمة تناقل كلمة اللي تحتاج خط دي معناها ان كانت نقصها can I help you؟ فبي بق له yes i want انا اريد نوعات كان فيه نوعات طب انا كانت بانة yes i want a jacket انا عايز a jacket طب جبت منين انت او انت كنت دخلت في الدماغة الزبون عشان عارف jacket ولا عايز ايه بالضبط هقول لك أنا هاو نعم أنا أريد جاكت ايه بيقول لي what size of a jacket آه يعني أنت عايز جاكت مأس كام مأس كام ده سؤال هاو what size of a jacket ده علامة استفامة what size of a jacket يعني عايز جاكت مأس كام أو مثل تي شيرت مأس كام أو شوز حزاء مأس كام طيب بيقول لي size 44 يبقى أنا الكلمة اللي هي بتاعت جاكت دي خدتها من هنا حطتها هنا افرد الزبون عايز باج شنطة حليت هنا شنطة بقى نحط هنا شنطة عايز تليفجا يبقى نخدها من هنا نحطها هنا تمام قال له size كام 44 44 ايه سأل سؤال بيقول له ايه how much is it 8 كام الجاكت ده تمنه كام how much is it كام تمنه طب أنا عرفت منه انه بيسأل عن التماء اه بص الإجابة بي بيقول له اللي ايه دي معناه يجيب شين باوند جنيه مصري بخمسمائة جنيه اه طالما الإجابة فيها باوندس فلوس فلوس ماني يبقى السؤال how much is it كام تمنه اه اللي بيقى قال له ايه بقى قال له ايه ايه 500 جنيه طي ايه بيقول له ايه can I try on ممكن ايه اجربه اقيسه نشوف كده علي كده can I try on نقيسه او نجربه فبي قال له ايه of course of course بالطبع دي محادثة ممكن تكون محادثة بين واحد مصري وبين واحد اجنبي والمصري حيرحب يقول له welcome to Egypt ارحبا بك في مصر يرجع يسأله وقول له ايه where are you from or where did you come انت جاي منين بلدك ايه حيقول له مثلا فيروم لندن يسأله طب انت جاي ازاي هاو حيقول له بايبلين يقول له مثلا is this first visit to Egypt is this first visit to Egypt هل دي اول زيارة راك لمص هيقول له مثلا ليس او نو هادي المحادثات طيب تعال بص كده نوع تاني من المحادثات بين سميرة ونجلاء سميرة ونجلاء سميرة بتقول لنجلاء did you have a good week end هل استمتعتي بأجازة نهاية اسبوع طيبة كويسة أجازة نهاية الاسبوع استمتعتي بيها did you have a good week end week end اللي هو هي نهاية الاسبوع فنجلاء قالت لأ yes i did طب انا قلت yes i did ليه لان السؤال بدأ yes i did سميرة قالت لأ where did you go where did you go انت رحت فين يعني قضيت نهاية الاسبوع فين فهنا قالت لأ نجلاء ايه to alexanderia انا رحت اسكندرية اسكندرية راجعت بقى كاسم قالت لأ ايه who went with you مين اللي راح معاك who went with you رحت مع مين نجلاء قلت لأ with my family مع عصرتي او with my friend مع زميلاتي او صديقاتي دي المحادثة شوف السؤال التاني choose from a b c or d اختاري الاجابة الصحيحة من a او b او c او d ماشي يعني في اجابة واحدة من الاربع صح بيسموها the best answer افضل اجابة انا هنقول له ايه this is my bin هذا يكون قلمي طب انا خدت my كاتب لي الاجابات me ولا my ولا my ولا i يبقى بقول له this is my bin هذا يكون ايه قلمي اتنين ask questions to get the answer انت بتقول لنعيش شوية اجابات شوية ردود كده شوية معلومات قلتلك اسأل ويه واحنا نجاوبه ask questions to get لتحصل على زي انصر الاجابة كاتب لي to getting للحصول to بتبقى الاجابات قريبة في المعنى من بعض so to get ولا to get اه دي الصح ولا to be getting to get ثلاثة did you have a good weekend هو سؤال هو الاستخدام زيه did you have a good weekend هل قضيت اجازة اثنائية اسبوع قيسة هيقول له yes i did لان السؤال بدء ب did عرف لو كان السؤال مثلا نفترض بدء ب does كان اقول yes he does وهكذا do يبقى did i did تتيب لي هاد ولا هاف ولا did ولا does يبقى did اربعة did you find the mistake did you find the mistake هل و اكتشفت الخطأ بتحلي كده 8 محاسبة فقيمة المركز المالي مش عارفة تتوازن معك ما تساويتش معك مش كده فانت يا بتقول يس حسن رجع حالي انا بسيت انا بسيت عرفت انت اخطأت في ايه فبقولك طب انت اكتشفت الخطأ did you find find يجد في ال present simple لان الفعل المساعد did زائد present simple المدارع البسيط هيديني الاجابة في ال past simple في الماضي البسيط did you find the mistake هتقول طيب هنا الاجابات find ايوا دي اللي صح ولا found found دي في الماضي فمنفحش يبقى فعلي مساعد معاها دي دي ولا تشيك دي ولا printed يبقى find خمسة بقولك please من فضلك fill in these forms من فضلك املى هذه الاستمارات الاستمارات دي ملاها please fill in these forms املى يملى يعني fill in هذه الاستمارات زي انتو لما هتملوا استمارات الدبلوم مثلا في سنة ثالثة فكل واحد بيمنا الاستمارات بتاحت please fill in these forms من فضلك املى هذه الاستمارات كتيب لي send يرسل ولا روت كاتب الماضي بتاعت رايت ولا fill in هي دي اللي صح يملأ ولا fill in ما لقى ستة do you want to send the goods buy air do you want هل تريد to send and torse the goods البضائع كلمة buy air يعني بالجو buy air معناها بالطيار يعني اسرع buy air احنا بالتفاقين كل وسائل المواصلات تاخد حرف الجر proposition اللي هو buy ما عدا كلمة فوت فوت يعني قدم تاخد on يبقى بقول لي on ولا to ولا buy ولا in يقول له buy سبعة دي مقارنة بين باء بين صفتين مقارنة بين اتنين بنحط في نهاية الصفة er er تمام ويجي في الكنمة كلمة زين طولر زين شورطر زين يانجر زين بجر زين اه تقول it's easier من الاسهل من الاسهل كلمة easy يعني سهل الاسهل easier it's easier to speak english than to write it من الاسهل انت تحدث الانجليزية عن ان انت تكتبها اه يعني ناس كتير تتكلم انجليزي بطلاقة طب يكتب يعني ولكم نفسه نكتب اه النطق التحدث اسهل لهم من الكتابة it's easier to speak english زين to write it كتب لا easy سهل ولا جود كويس ولا ازير من الاسهل ولا more difficult اكثر صعوبة نجي نجي تمانية اه بقولي وطولد سامي اسكرت مين اللي اخبر سامي بالسر بقوله واحد صاحب يقوله سامي كان بيحكي قصة كده القصة دي انا ما حدش عارف غير انا وانت المثلا يعني مين اللي سامي على السر ده هو من اللي لازل العاق told اخبار سامي اسكرت بالسر عندي تيل يخبر ولا told في الماضي ولا did ولا did you till told طيب نجي نكمل بقى تسعة I look forward look forward مع العيق اتطلع بلافة انا اتطلع بلافة لمقابلتك لرؤياك نسمى عنك اخبار كويس I look forward to meeting you I look forward بعد look forward بيجي to meet زاد ing to meeting you to saying you to hearing from you I look forward to meeting you كتب لي meet يعني يقابل ولا meeting مقابلة او اجتماع ولا to meeting ان يقابل ولا to meet ان يقابل يبقى to meeting طيب الجملة العشرة you can fly تستطيع ان تسافر جوا fly معناها بالانجليز يعني ايه تطير طب انت هتطير بقى ازي هتركب جنح يعني تسافر تسافر بالطيارة يعني you can fly تستطيع ان تسافر بالطيارة or drive او تقود العربة يعني عربيتك from Cairo to aswan يعني عزي اقول ايه عشان توصل الاسوان يتخد عربيتك تكيل على الله يتركب طيارة من القاهرة مثلا الاسوان you can fly تستطيع ان تسافر جوا or drive تقود ذكار السيارة from Cairo to aswan كاتب لي هنا so ولا or 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 يعني او ولا تو ولا دان ان اي or السؤال الثالث feel in the pieces from the box او from the list blue ايه السؤال ده املأ الفراغات بكلمة من القائمة حيجيلك ست كلمات بين قصي او ست كلمات جوا مستطيل ويقول لك هي بقى الستة دول هنجيب لك عليهم خمس جمال خمسة خد الكلمة اللي نقص من فو وحط ها تحت انا جاب لكم اشهر عشر كلمات اه نتلجم الكلمات الاول بعدين نشوف الجمال بول فرنيتشر يعني اساس برايس يعني ايه سعر اجوم منذ انا مشوفتوش منذ اسبوعين ما يند رأي انت غيرت رأيك لي باي يشتري كورس بوندنس المراسلات كورس بوندنس المراسلات زي الايميل والفاكس والليتر وكده كاتلري ادوات القطع زي السككين والشوك والمعال جام كلمة كات كات يقطع كاتلري ادوات القطع دي زيت قرارا بريديوس ينتج ثوت اعتقد الماضي بتاع الفعل ثينك الماضي بتاع ثوت طي نشوف باقي الجمل كده واحد اي سو هيم تو دايز اجو انا شفته من حوالي يومي اي سو هيم سو الماضي بتاع سي يرى اي سو هيم تو دايز اجو منذ ايه يومي اتنين هي دي زيت تو اتشينج زا ديت هي دي زيت قرارا تو اتشينج ان يغير زا ديت التاريخ كان عنده ايه كان عنده اجتماع يوم كذا قرر انه يغير التاريخ ليوم تاني هي دي زيت تو اتشينج زا ديت تلاتة اتشيرز الكراسي تيبولز الترابيزات ديسكس المقاعد او الاضراض ار كل دي ايه فارنيتشر اساسة اربعة فارمرز الفلاحين بريديوس فود بينتجوا الافلاحين بينتجوا الالبان والجبنات والحاجات دي والسامنة والحاجات دي فارمرز بريديوس فود طبعا الكلمة اللي تحتاج خطي دي معناها يا جماعة اللي انا اخترتها من الكلمات اللي فوق تمام خمسة what's the price of this jacket what's the price of this jacket ما سمن هذا الجاكت الجاكت ده سعر او ثمن وكيم بريس يعني سعر او ثمن ستة letters الرسائل او الخطابات memos المذكرات and faxes ودفاكسات are تسمى ايه دي بقى تبع ايه course bondance المراسلات سبعة she wants to buy هي تريد ان تشتري a new dress فستان جديد she wants to buy تريد ان تشتري a new dress فستان جديد تمانية i don't know why he changed his mind انا مش عارف لهو غير رأيه i don't know انا لا اعرف why he changes لماذا هو غير his mind رأيه تسعة i'm sorry انا اسف i thought your name was huda تمام كده ماشي بتقول ايه الطالبة بتقول واحدة كده شايفت اقول مرة بتقول ايه بتقول ايه هدى انا اسمي كذا انا اسفة والله انا فكرت ان اسمك huda i'm sorry انا اسف او انا اسفة i suit اعتقد your name اسمك ايه who's huda اخر جملة عشرة nives الكي الكي ما بتتنطعش الكي بعدها اين ما بتجي nives السككي focus شو response الملاعق are التلاتة دول ايه كاتلاري ادوات قطع طيب شو السؤال الرابع which word is the odd one out ايه الكلمة الغير متشابهة حيدين اربع كلمات تلاتة ينتموا الفصيل او جنس واحد تمام كده مجموعة معينة واحدة مختلفة عنها بقول اتطلع المختلفة دي طيب دولار يعني دولار عملة باون جنيه مصري عملة money نقود فلوس ريال اللي هو الريال السعودي وريال يبقى المختلفة هي money اتنين مارش شهر مارس نوفمبر شهر نوفمبر فرايدي يوم الجمعة جونيا شهر يونيا يبقى مارس ونوفمبر ويونيا يبقى المختلفة فرايدي تلاتة جاكت شورت يعني قصير دريس فستان سوكس معطف او بلتو يبقى جاكت وفستان وبلتو المختلفة شورت قصير اربعة لتر خطاب او رسالة فاكس يعني فاكس اي ميل يعني اي ميل التلاتة ينتمو الى مجموعة واحدة بوك يبقى بوك المختلفة طيب خمسة سيفن ادي سبعة سم يعني باع تين عشرة ثري تلاتة سبعة وعشرة وتلاتة يبقى المختلفة هي سم ستة ستة اسبان لو اسبانيا لندن كابتل يعني عاصمة فرنس يعني ايه فرنس يبقى ايه اسبانيا ولندن وفرنس دول ومدق انما كابتل عاصمة يبقى ديه المختلفة سبعة فوتو كابير اهل التصوير المستندات كمبيوتر يعني كمبيوتر كالكوليتور اهل حزبة سكول يبقى المختلفة سكول طيب تمانية تمانية جرين اغدر شيرت قصي بلو ازرق ريد احمر تلات الواء اغدر وازرق واحمر يبقى شيرت قصي دي تمانية يبقى دي تسعة بقى مش فايند يجد فعل في البرزن سمبي كم يحضر في البرزن سمبي ووتش يوشا التلاتة دولي في المدارع البسيط اما سنت ارسالات دي في الماضي البسيطة يبقى دي المختلفة تمام طيب مستمرين مع حضراتكم في استكمال باقي هذه المراجعة خليكم معنا طيب تابع المراجعة النهائية مراجعة تلاتة الامتحانة انجليزي الصف الثاني ترم ايه اول 2013 نجي بقى في البراجراف في البراجراف اللي هو موضوع التعبير البراجراف موضوع التعبير زي ما عندك في العربي موضوع تعبير في الانجليزي برضو فيه موضوع تعبير يقول ايه راية اشرت باراجراف اون اكتب موضوع تعبير مختصر اون اللي بعد اون ده اللي بعد اون لوبرقصين ده رأس الموضوع اه يعني ده الموضوع اللي حنتكلم عليه يقول كيورو سكول سكول دايز يوم دراسي فيزة مثل توكزة ازا مثلا ايه مانيت جارجوب وظيفة ايه وظيفة المدير اي حاجة حنجاوب على السئلة بالطريقة اللي حنقولها يبقى انا بقول راية اشرت باراجراف اكتب موضوع تعبير مختصر عن ايه فيزة تو اصوان زيارة فين لا اصوان يبقى الموضوع عن زيارة الاصوان بالاجابة على الاسئلة الاتية هيجيب لك ستة اسئلة ستة اسئلة مطلوب انك تجاوبهم بالشروط وتعمل منهم موضوع تعبير ايه الشروط اللي حنجاوب بيها اول حاجة ممنوع تجاوب بيس او نو حتى لو السؤال يتطلب انك تجاوب بيس او نو شير كلمة تيس او نو حنواريك دلوقتي ازاي تاني حاجة تخلص الاجابة الجملة تحط نقطة في الستوب وتكمل اجابة النقطة اللي ايه التانية وراها يعني السؤال التاني وراها وتستمر هكذا والاخر خلاص تحط في الستوب بنقطة لكنك انت كاتب الموضوع ده من دماغك طب نشوف كده هو الموضوع زيارة الاسواق طب الاسئلة فين اول سؤالها وحبوا لي وين ديديو فيزت اسواق متى انت زرت اسواق انا عايزك تقول بص اللي جابة باي اللي جابة موضوع تتعبير كل على بعضها بتقول وين نحن او انا ممكن تقول اي او وي بتفرقش وي فيزتت اسواق لاست ويك زرنا اسواق الاسبوع الايه الماضي او لاست فريدي مثلا او لاست ماانث او لاست ايه المهم ده في الماضي وي فيزتت اسواق لاست ويك يعني الاسبوع الماضي تاني سألوا لي هو وينت ويز يو مين اللي راح معاك من اللذي ذهب معاك ماشي بتقول اي وينت اي وينت انا ذهبت ويز ماي فاميلي مع مين مع مين اصرتي ممكن تقول اي وينت ويز خلصة الجملة التانية حطيت نقطة السؤال التالت how did you go how did you go يعني رحت اصوان ازاي هنا هتقول لي بتاكس ولا رحت لا ده مسافة بعيدة فهتقول لي هتقول لي وينت نحن ذهبنا باي باس يا بيتوبيس يا بلين بالطيارة وينت ذهبنا باي باس بالاتوبيس او باي بلين بالطائرة حطيت نقطة الجملة الرابعة هل هذه اول زيارة الاسواء بالنفضة هتقول نفس ليس او نو لا مابش ليس او نو هنقول كده تمام كده هذه تكون اول زيارة لنا الاسواء طب واحد تاني قال مثل تاني زيارة تالت زيارة دي حرية زيارة دي اول زيارة لنا دو اصواء طيب خمسة هاو ميني دايز دي ديو ستي هاو ميني دايز دي ديو ستي يعني المدة اللي انت عدتها هناك كام يوم كام عدد الايام اللي انت مكستها ستي يعني يقيم او يمكس عدتها هناك فبتقول لي بقى وي استايد احنا مكستنا قعدنا فور اويت لمدة اسبوق وحتى نقول مثلا فور فور دايز اربع طياء سري دايز اه دي خالص اللي جابة صحيحة حطيت نقطة اخر سؤال دي ديو انجوي باي يور فيزت دي ديو انجوي باي يور هل تمتحت بزيارتك حتقول لي مثلا ليس او نو قلنا مفيش ليس ولا نو وي انجوي او وي انجويد استمتعنا استمتعنا عشان دي فين في الماضي اه يبقى وي انجويد او دي دي اه انجويد باي اوار فيزت باي بزيارتنا ده البلاجراف نجي السؤال اللي بعد كده على الميمو رانضم او الفاكس الميمو اللي هي المذكرة التجارية وانا شرحها قبل كده في منهج 11 و 12 الميمو رانضم مذكرة او الفاكس وانا اعرف الاتنين متشابهين ازاي معادة اختلاف بسيط المذكرة بيجيب لي فقرة صغيرة اه فقرة وقادي البروازة هو اللي هنعمل منه الميمو او الفاكس طيب قولي راية اميمو او كتو مذكرة فرام من بص كلمة فرام دي مهمة جدا اه فرام او كتو مذكرة من مين من مستر احمق تمام مستر احمق دي شغال ايه زي مانيتجر المدير المدير اه فهو حيروك جاب لي جوه جوه المستطيل ده ادي كلمة فرام وفقها كلمة تو فرام يبقى انا الاسم اللي بعده فرام هنقضوا من فوقها بش دي فرام مستر مين احمق يبقى فرام مستر احمق شغلته ايه زمانيتجر المدير تمام باعتها المين المذكرة دي المين بيخاطب بيها مين بي هيجيلك اتنين تو حرف الجار رتو كلمة تو بتيجي مرة ت ركز معايا تو الاولانية اه بيجي وراء اسم بني ادم زكر او انسة هنحطه بعد تو دي اه ايبقى تو هي السكرتري الى سكرترتو ميس مونة ميس مونة الانسة مونة ايجبتو ميس مونة اه تمام كده خميل يبقى اللي بعد فرام اخدت بعد فرام حطيتو هنا اه اللي بعد تو الاولان ايه اه جميل طب الاجر دي عايز منها ايه اسكنجير بيطلب منها تو ادي تو التانية بقى تو التانية دي جميلة جدا اسكنجير بيطلب منها تو سند ان ترسل زا كتالوجز الكتالوجات كتالوجات الاسعار and price list وقيمة الاسعار كتالوجات بتاعة البضاعة الكتالوجات ومعها قيمة الاسعار طب بالله عليكم انتو فهمتو من بعد تو دي انه الموضوع ده بشأن ايه سابجيكت موضوع ايه تقول لي كتالوجات ايوة فبيراق جاب لكلمة ر اي ر اي دي ليه سابجيكت الموضوع او بشأن ايبا انا اخدت كلمة كتالوجز ايبا بشأن المذكر دي بشأن كتالوجز ممكن تكون الكوير استفصال كوتيشن تسعيق قبل وجهز اعتذار اي حاجة طيج جميل جدا كميلي معي ايبا اخدت توتين اهو توسند ان ترسل كتالوجز الكتالوجات and price list قيمة الاسعار for customers من للعملاء ايزا بينهم العملاء ديت بتاريخ التاريخ بتاع المذكرة دي 5 نوفمبر 2022 5 نوفمبر تقول لي طبعا ما انا حتطلق الديد هو التاريخ ايبا التاريخ 5 نوفمبر 2022 وكام وعشرين طب وفرد يا أستاذ حصل ما اعطنيش تاريخ وقال لي ايه بيجينا سألوك use today is dead use today is dead استخدم تاريخ اليوم تاريخ اليوم طب اليوم دي حيبقى يوم ايه يوم امتحان الانجليزي شوف انت عندك امتحان الانجليزي حيبقى يوم كام نفترض مثلا عشرة واحد هتكتب عشرة واحد ماشي نفترض لبتوع الجدارات يوم اتنين وعشرين واحد هتكتب اتنين وعشرين واحد دي لو ما اعطكش تاريخ لكن اعطنينا وخمسة نوفمبر يوم امتحان الانجليزي وعشرين واحد تمام يبقى انا فرام كتبت مستر احمد ووظفته زمنجر من فوق اول تو مي اسمونة من فوق التاريخ من فوق هوا ر اي من فوق هوا بعد كده بيقول لها please من فضلك من فضلك ده الموديب بيقول لها وتاخد من بعد تو التانية تو التانية دي للاخر خالص الله ده البودي ايوة يبقى له من فضلك بص انا ها send شوف انا مرغب فيه send زا كتالوجز اند برايس لست فور كاستومرز اهي من فضلك send ارسلي زا كتالوجز الكتالوجات اند برايس لست وقيمة الاسعار فور كاستومرز للزباينة والعملاء والاخر سانكس شكرا نجري السؤال اللي بعد كده translation الترجمة الترجمة كلنا عارفين بيجي جملتين من انجليزي العربي وجملة من عربي الانجليزي جملتين مكتوبين من انجليزي مطلوب تترجمه للعربي وجملة واحدة بالعربي مطلوب تترجم للانجليزي طيب ناخد معنا انا عملك 3 و 3 حلوين اويا ومنين من الكتاب من عندك من الوركبوك والستودانت بوك translate into Arabic ترجم من العربي واحد who told you this story من اخبرك بهذه القصة هو انت تجيبش كلمة كلمة ما يهو معنا من الازي told اخبار you انت this story من اخبرك بهذه القصة and who did you till it to ولمن اخبرتها يعني من قالك القصة الحلوة دية وانت ولتها المين يبقى من اخبرك بهذه القصة هذه القصة ولمن اخبرتها الجملة التانية اتنين she is not working now she is not working now يعني هي لا تعمل الان ما بتشتغلش دلوقت she is not working now as she doesn't work on fridays اه لانها لا تعمل ايام الجمع انت بتقول لي فلانا مش في الشغل بورك لا ما بتشتغلش دلوقت ليه نقول لك لانا ما بتشتغلش ايام الجمع يوم الجمع بتاخد اجازة يبقى she isn't working now as انا معناها بيكوز بسبب she doesn't work on fridays ايبقى هي لا تعمل الان لاناها لا تعمل ايام الجمع الجملة التالتة لا الله نطلع اربعه اه تلاتة بقول لي which is better for you ايهما افضل لك which is better for you ايهما افضل افضل لك يعني هحصل لك ايه to send goods ان ترسل البضائع buy air بالجو or buy sea ولا بالبحر يبقى ايهما افضل لك ان ترسل البضائع بالجو ام بالبحر اربعة the sales person the sales person مش بنسميه رجل البيع has to help the customers to make zero choices ايبقى يجب على رجل البيع sales person وراجل البيع ماش كنان يجب عليه ايه has to يجب ان help ان يساعد the customers العملاء او الزباين to make zero choices لاختياراتهم يساعدهم في اختياراتهم يبقى يجب على رجل البيع ان يساعد العملاء في اختياراتهم طيب نشوف الجزء التاني بقى بيه translate into english ترجم للانجليزي واخد بالك عشان ترجم جملة من عرب الانجليزي طبعا من الشمال اليمي بتبدأ بالفاعل الاول بالفاعل غير اللغة العربية اللغة العربية الجملة الفاعلية بتقول لي فاعل فاعل مفعوب لا في الانجليزي الفاعل الاول وبعدين الفاعل وبعدين المفعوب يجب عليك ما ينفعش نبدأ ترجمة كلمة يجئ وما ليه يجب ما تنفعش عليك يجئ انت يجئ انت يجئ يجب عليك الاعتذار لحضورك الاجتماع متأخرا يو شود ماهيش يجب عليك يو شود او يو مصد يجب عليك شود او مصد ماهي يجب تو أبلوجايز انت اعتذر فور كامنج عن الحضور اميتنج الاجتماعي ليتا متأخرا يبقى يو شود او يو مصد تو أبلوجايز فور كامنج اميتنج ليتا الجملة التانية ان البريد الالكتروني اللي هو الايميل اسرع اسرع معناه فاستر وارخص تشيبر من البريد الايه العادي اللي هو البوست البريد العادي او نورمال ايه نورمال ميل يبقى زا اي ميل البريد الالكتروني اسفاستر اسرع انت تشيبر وارخص زان زي نورمال ميل من البريد العادي اللي منسميه بوست فاكن بوست اوفيس مكتب البريد يبقى بوست البريد العادي طيب الجملة الاخيرة قالت السكرتيرا ان المدير سيصل من الخارج الاسنين القادم المدير في رحلة عمل خارج مص فكل اللاس اللي بيجوا سألوا عليه السكرتيرا بتقولهم كده قالت السكرتيرا أن المدير سيصل من الخارج الاسنين القادم طبعا ما نبدأش بكلمة قال بنبدأ بيه بالسكرتيرا إيه بقى زي سكرتيري السكرتيرا سيد ذات قالت أن إيه سيد ذات أن زي مينجر المدير والقرايف سوف يصل فرم أبرد من الخارج نيكي ستماندي السنين القادم إيه بقى زي سكرتيري سيد ذات قالت أن زي مينجر المدير والقرايف سوف يصل فرم أبرد من الخارج خارج مص نيكي ستماندي السنين القادم بكده نكون أنهينا مراجعة ليلة الامتحان لطلبة وطلبات الصف الثاني التجاري النظام القديم ونظام الجدارات الصف الثاني انجليزي الترمي الأول 2023 ونتمنى لكم التوفيق والسدد كان معكم الأستاذ حسن حسن برمو كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة إيتكو التجارية محافظة البحيرة وموجه أول محاسبة سابقة نترككم في معاية الله وأمنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر